وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت المحلل الاقتصادي أنتوان فرح سيد أنتوان ما الآثار الاقتصادية المتوقعة للإعلان عن التشكيل الحكومية الجديدة في المدى الزمنية القريب نعم أولا خلينا نوضح أنه الموضوع التشكيل الحكومي بيحمل إذا بدك قسمان القسم الأول بيتعلق بالشكل يعني الطريقة التي اعتمدت لولادة هذه الحكومة بالحقيقة من حيث الشكل كانت الولادة سيئة يعني ما أعطيت الانتباع الجيد لدى الفئات الشعبية اللبنانية من حيث المضمون أنا بعتقد أنه المضمون كان جيد بمعنى الشخصيات التي اختيرت لهذه الحكومة شخصيات مرموقة يعني ومشهود لإله وعندها كلها سيار ذاتية جيدة وبذكر منهم واحد وزير المالية الدكتور غازي وزني للي هو بعتقد يمكن صديق حتى لم حطتهم كريمة كان يتحدث من عندهم هذا صحيح وبالتالي هو خبير هو خبير اقتصادي جيد وصديق وأنا بعرفه شخصيا وبالتالي يعني وضع يعني تم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب إذا صح التعبير لكن تبقى المشكلة في الانتباع الشعبي للي ما كان كتير إيجابي لأنه الأطراف السياسية رجعت لعب الدور من حيث المحاصصة وغيره طبعا اليوم يعني العكاسات على السوق المالية كانت مباشرة بارتفاع السندات بس هذا الارتفاع بسيط جدا وحضرتك قلت بالكنت اللي عم تزيع الخبر أنه السندات التي تستحق بعد سبعة وثلاثين أو بعد يعني بعد فترة طويلة تدول اليوم بحدود الاربعين خمسة واربعين سنت وبالتالي هي فائدة من قيمتها بحدود الخمسة وخمسين بالمية وهي دي كيرسي نعم بكل الأحوال أنا بعتقد أنه الدكتور وزني وزير المالية ومع الحكومة كلها أهم شي صار عندهم توصيف حقيقي يعني نحنا كنا أمام توصيف غير حقيقي في السابق كان لدينا مشكلة الإنكار نعم اليوم فيه اعتراف وفيه جو جديد بتأمل أنه بهذا الموضوع يصير فيه خطوات عملية نعم ويصير فيه تجاوب وخصوصا أنه فيه إشارات خارجية أنه الخارج جاهز للتعاون مع هذه الحكومة لمساعدة لبنان على اجتيازها الأزبط نعم ربما هذا يقودنا إلى السؤال التالي وهو الخاص بأهم ثلاثة تحديات تواجه الحكومة الجديدة كما يرى بعض المحللين أنها ثقة الشارع في الداخل والأزمة الاقتصادية أيضا ثم الدعم الدولي وثقة المجتمع الدولي في هذه الحكومة أي هذه المشكلات تحت المكانة الأولوية من وجهة نظرك والتي ينبغي أن تبدأ وتبادر بها الحكومة هي بالحقيقة الثقة يعني هالثقة هي الأساس والانطلاء لكل المشروع الاقتصادي يجب أن يكون الثقة الثقة في الداخل والثقة في الخارج ومثل ما قلت بأول حديثي أنا مشكلة هذه الحكومة أنه من حيث الشكل ما أعطت الثقة في الداخل يعني الانتباع الشعبي لم يكن متجاوبا ولم يرتاح للطريقة التي شكلت فيها هذه الحكومة بالعكس تماما أنه المجتمع الدولي وبعتقد فيه بيان لحيظهر عن مجموعة الدعم الدولية ومجموعة الدعم الدولية هي بتشكل نوع من مظلة للبنان حتى ما نقول وصاية يعني هي تهتم بالوضع اللبناني هي نظمة مؤتمر سادر هي جاهزة لمساعدة لبنان مجموعة الدعم الدولية بعتقد أنها متجاوبة وستتجاوب مع هذه الحكومة وبالتالي صرنا قدام مشهدين مشهد الثقة الضعيفة في الداخل ومشهد الاستعداد للتعاون في الخارج إذا استكمل التعاون في الخارج وبلش الداخل يشوف أنه فيه خطوات جيدة أكيد بتبلش المشهد في الداخل يتغير وتبلش السقة يمكن استعادة السقة أما المشروع الاقتصادي والمالي والإصلاحي فهو مشروع كتير كبير طبعا يعني السقة واحدة ما بتعمل كل المشروع نحن عندنا أزمة حقيقية كان بالدين العام كان برسمة المصارف كان بالقطاع الخاص الذي ضربه يعني بهذه الأزمة وبالتالي عندنا مشروع كبير ومتكامل يجب أن توضع خطة متكاملة وبعتقد الحكومة ووزير المالية والوزراء المختصين بهذا الجو يجب وضع خطة متكاملة بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية ومع صندوق النقد لإنقاذ لبنان ويعني مساعدته على اجتياز هذه المرحلة هذه الخطة إذن سيد أنطوان هناك رأيان مثلا جمعية المصارف تنادي ببرنامج إصلاح اقتصادي شامل بينما يشير وزير المالية الجديد سيد وزني إلى برنامج إنقاذ وبطبيعة الحال برنامج الإنقاذ يختلف تماما عن برنامج الإصلاح الشامل أيهما يمكن أن يطبق فعليا في الظروف الراهنة وأيهما تحتاجوا إليه البلاد أكثر يعني أنا كما قلت أنه التوصيف الصحيح لما بتوصف صح بتعمل حل صح التوصيف الصحيح أنه لبنان يحتاج إلى خطة إنقاذ وأنا باعتقد رغم بيان جمعية المصارف يعني لم يكن المقصود التناقض مع خطة إنقاذ أنا باعتقد المصارف هي القطاع الأول المؤمن أنه لبنان لأنه بتعرف الوضع المالي عن كسب وبتعرف وضعها هي كمصارف وانصارد وهي المدين الأكبر للدولة اللبنانية وبالتالي المصارف نفسها تدرك أنه الخطوة الأساسية للمساعدة ومساعدة لبنان على اجتياز الأزمة المالية والاقتصادية هي خطة إنقاذ لبنان بوضعه الحالي لم يعد يحتمل خطة عادية يحتاج إلى خطة إنقاذ يعني يحتاج إلى تدخل خارجي للموضوع اللي كنا عم نحكي فيه لكسب الثقة سواء في الداخل أو في الخارج يعني من دون المظلة الدولية المظلة الخارجية الصيقة تحتاج إلى وقت طويل وطويل جدا قد لا يتحمله الاقتصاد في هذه الفترة تصريحات رئيس الوزراء فيما يتعلق بالملف الاقتصادي أشارت إلى نقطتين خاصتين مسألة استعادة الأموال المنهوبة ومسألة حماية الفقراء وربما كلتا القضيتين يعني لهم ميراث سيء مع الشعوب في المنطقة فقط وليس في لبنان فقط ما مدى جدية الحكومة في تحقيق هذين المطلبين والأليات التي يمكن أن تتحقق بها نعم اسمح لي في البداية يقول أنه يمكن النقطة الأساسية اللي قال الرئيس حسان الدياب بعد بعد تشكيل الحكومة هي أنه سيحافظ على موقع يعني حاكم مصرف لبنان بالحقيقة هذا كان موضع جدل وهيدي أنا باعتبارها وحدة من الإشارات الإيجابية التي يطلقها رئيس الحكومة ليقول أنه نحن ما عم ننبش على كبش محرقة على كبش فداء ولن يعني نضحي بحاكم مصرف لبنان من أجل إرضاء آآ 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 شعبوية نحن بدنا نتعاون مع حاكم مصرف لبنان الذي ساعد لبنان على إجتياز هذه المرحلة لوصلنا نحن لليوم لحتى نبلش خطة الأنقاض وبالتالي أنا باعتبر هايدي وحدة من النقاط كتير إيجابية التي يعني أعلن رئيس الحكومة أما بالنسبة إلى استعادة الأموال المنهوبة بالحقيقة يعني خليني أقول أنه الناس اللبنانيين وأنا واحد منهم ما عندهم كتير سئة بهذا الموضوع لسبب بسيط بعدني كنت عم بحكي عن الحكومة أنها تشكلت بطريقة صارت محاصصة يعني الأطراف السياسية تقاسمت الحصص في هذه الحكومة طيب إذا نحن كنا متهمين السلطة السياسية بمفهومها الواسع أنه هي وراء أسرقة المال العام وأشخاص من هذه السلطة هن نهبوا المال العام كيف بدنا نتأمل أنه هوضي الوزراء وهالحكومة التي جاءت محاصصة لهذه الأطراف أنها هي من سيستعيد الأموال المنهوبة بالحقيقة نحن خلينا نعمل خطة أنقاذ وخلينا نجتاز هذه الأزمة وننطر ظروف أفضل باعتقد لحتى نبلش نفتح بهذا الملف ونوصل فيه لنا نتيجة فعالية شكرا جزيلا لمحلت صديق انطوان فرح كنت معنا عبر الأغمار الصناعية من العاصمة اللبنانية بيروت